ولكن المسلم هو الذي بنى أعظم حضارة في تاريخ الأندلس في تاريخ تلك البقعة مع مرهم ما كانوا كيبغيوا أنهم يفتحوا شي بلد لأجل الفتح فقط وإنما كانت الغاية هو ترسيخ الإسلام دعوا إلى الله نشر الدين إني كنجيوا نطلعوا على المناهج الدراسية كنقوا أن الوليدات ديانة كيقروا يعني التاريخ ولكن كنوحد التعتيم غريب جدا على تاريخ الأندلس وفي ذلك المكان ختم الإمام القرطبي تفسيره وفي ذلك المكان ختم أبو محمد بن حزم كتوبه ودرس الأئمة العظام الذي نمر في تاريخ هذه الأمة نين تنتكلموا على الحضارة تنتكلموا على قصر الحمراء الشي ميكا تكون تميكا تشمطاب ديانة المغربة سيارز الدين وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر بالزاف ديان الناس ظلموا الدولة الأموية هذا الرجل هذا نقدرون نقوله هو يعني الرجل الذي استطاع أن يصل إلى مقربة باريس بثلاثين كيلومتر وهو كمل فجعل ينظروا إلى أخيه فقتلوه أمام عينيه رسل يوسف المتشافين قال لي أدرك الأندلس بعدها وقعت معركة عظيمة جدا من أعظم معارك الإسلام بحظ الله قال لي هي معركة العرك يقلص معهم وكذا ويتم صفقة للبيع وترجع ديك الكنيسة وحضارة الأندلس شارك فيها الأمازيغ والعرب فذابت هذه النعارات ووحدة بالإسلام فالفتح ينسب إلى أمازيغي أو إلى عربي المهم تم الفتح وهذه المعركة هزم في الموحدون وكانت هي بداية الأفول لدولة المسلمين في الأندلس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الكرام مرحبا بكم في سلسلة الكاشف هي عبارة عن مجموعة من الحلقات نناقش فيها ونكشف فيها مجموعة من المسائل ومجموعة من النقاط التي سأو نرجو أن تترك آثرا طيبا عند المستمع والمتلقي معنا في هذه الحلقة الأستاذ الباحث في سلك الدكتوراه سيمهدي الشاويح إياك الله تباك الله لك سياستين فرصة طيبة هذه بارك الله الله تبارك وتعالى يفقنا وإياك لكل خير اللهم أمين يعني كانت فكرة الحلقة بحكم امتلاككم لوكالة الأصفار أصفار الدهبي وأنكم قمتم برحلة إلى أوروبا وزلتم بعض المآثير التاريخية المتعلقة بتاريخ الأندلس فنسعد إن شاء الله بحديثنا عن ما يسمى بالكنز المفقود فهو الأندلس فحديثنا عن نبدأ يعني بحديثنا عن الرحلة شكرا الله لك سيدي عز الدين هذه الاستضافة الطيبة ونسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيك في هذه القناة القناة الأنس الفضائية هو حقيقة قبل الشروع في الحديث على هذه الرحلة هذه اللي كانت يعني نقدر مثلا نقول أنا أجمل رحلة في حياتي ذا وسطا لعدة أسباب غنذكرها إن شاء الله من في أثناء الحديث لكن قبل ذلك أريد أن أقدم بمقدمة مهمة جدا دبعا مني كنت تكلموا سيدي عز الدين على التاريخ دي الأمة كنت تكلموا على وحد الأساس من الأسس اللي كي يبنيو عليها الأمم بش يزيدوا القدام ويصلحوا كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والدين وكل مناحي الحياة التاريخ هو القوة المستمدة ما يمكنش يكون المستقبل قوي إلا إلا رجعنا للور وصححنا كل الأخطاء وهي اللي ستساعدنا أن نزيدوا القدام وهذا منهج القرآن الكريم فربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأمم الغابرة موسى مع فرعون لوت هود، يوسف عليه السلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حكا لنا قصة أحود، حكا لنا موقعة البدر وغيرها من القصص العجيبة جدا لكنا نخذ منها العبرة والعظة وكتعاوننا أننا ننصح حول مصار دياننا فيما يتعلق بعبادة الإنسان لربه جل وعلا وفيما يتعلق بأمور الدنيا الشاعر يقول اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر كيفاش غنكون أمة قوية جدا أمة لها مبادئ الأهوية وهي ما عارفة وان في تاريخها خاصة التاريخ العظيم للأندلس صحيح بارك الله يعني هذا هذه من الأمور اللي خاص الإنسان يعني يكون عنده فيها الطلاع وانا صراحة متأسف جدا الواحد القاضي يا سيدي 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 ستين مني كان نجيون طالعوا على المناهج الدراسية كان لقاوا أن الوليدات ديانك يقرأوا يعني التاريخ ولكن كانوا حد التعتيم غريب جدا على تاريخ الأندلس صحيح كان قرام مثلا التورة الروسية التورة الفرنسية وتورة العمان وتورة الفلاحين وتورة مع فشنو ومن كنت جي كتسول два الوليد كتقول له أدر لي شوي على تاريخ الأندلس ما هي الأمجال التي كانت في تلك البلاد كيفanch عاشوا لك الناس كيف بنيت أعظم حضارة في تلك البلاد لإي too. لأنا منا كنهضروا على أندلس كنهضروا على تاريخ عريق جدا قبل المسلمين ولكن المسلم هو الذي بنى أعظم حضارة في تاريخ الأندلس في تاريخ تلك البقعة وأطول حكم مرة في تاريخ تلك البقعة هو الحكم دي المسلمين ماذا تجي تسول الوليد تقول له هذر لي شوي على العلماء الأداباء كان مشكل كبير بالرغم أن الأندلس لها شهرة عند الناس كل يتباكى على الأندلس وبعضهم تلقى يتباكى حيث الناس يتباكوه بمعنى أنه ما عاش تفاصيل على الأندلس وما شابه فلعل هذا يكون أهم بالأمور اللي خلت الحديث عن الأندلس بهذه الأهمية فنبدأ حديثنا عنها من الفتح كيف فتحت الأندلس ولماذا هو صراحة الحديث عن الفتح الأندلس هو مجاش من وقيت دي الفتح يعني كل مطالع ولو الطلاع بسيط على التاريخ كيلقى أن الفتح الأندلس كان له إرهاصات كانت واحد المقدمات قبل دخول طريق الميزياد طبعا كانت العين على الأندلس في الحكم الأماوي يعني المغرب فتحت قبل فتح الأندلس وطبعا الفتح دي المغرب اللي سبق فتح الأندلس سيدي عز الدين ما كانش فتح سهل يعنيه من ندخل عقبة بن نافع الفهري إلى المغرب قبل فتح الأندلس تقريبا أزيد من 40-50 سنة من ندخل بعد رجوعه طبعا قسم شهورة أنه قتل في أثناء رجوعه نعم كثير من المغاربة في تلك الفترة ارتدوا لأنه كان فتحا سوريا يعني دازل الفتح بوحدة سرعة كبيرة جدا والولاة دائما في الدولة الأموية ولا غيرها كانوا كيركزوا على واحد من المسألة أن الفتح خاصة يكون فتح يعني رصين فتح مبني على واحد المقومات فتح كما كنقوله إحنا يتبتل الأمور وبعد ذلك يمرون للبلدان الأخرى المغرب تفتحات في واحد الفترة وجيزة من بعدها ارتد كثير من القرى ومن المدن وارتدت عن الإسلام بعد ذلك جاء الفتح الثاني جاء موسى بن مصير وطد الحكم ورجع إلى الشام طاريخ بن زياد كان رجلا أمازيغيا بربريا هنا ممكن أن نفتحه واحد القوس على هذا المصطلح بزاف دي الناز ده بس أزدين مليك تكرليهم يعني سواء في شيء سطوري ولا شيء حاجة نعم كتقول مثلا أن فلان كان بربريا يتحسسون يتحسسون يقول لك آه هذه المصطلح هذا عنده علاقة بالهمجية عنده علاقة بكذا كيفاش تقول بربري يعني كين واحد النوع دي اللي مليك تجيك تشوف أخوي العلماء الذين أرخوا للمغرب أكابر العلماء الذين أرخوا للمغرب كابن خلدون وابن عذاري وغيرهم من المؤرخ تكلموا على المصطلح هذا بدون حساسية فالقضية مشي الغرض منها والسب وإنما الغرض منها هو تصنيف وحد الفئة معينة من الناس كانت تعيش في المغرب في فترة معينة ولازالت في طبيعة الحال صحيح فأظن لا يعني لا مشاحة في في الاصطلاح عموما طارق بن زياد يعني المؤرخون مجمعون على أنه يعني ولد في الإسلام يعني إما الواليد ديالو يا إما جدو كان مسلما إن اسمه طارق ابن زياد بل هناك أكين بعد النقاط فهذه المسألة منشكك حتى في اسمه وهذا نزعات العرقية طارق اسم عربي وكيف يكون ولا رأوا من هذه البلاد ولم يقدموا بديلا المهم طارق بن زياد أخو يا إزدين كان واليا على طنجا واليا لموسى بن نصير على طنجا رجلا شابا له مقومات القائد المحنك عنده قوة وإيمان وصدق فلذلك وله موسى بن نصير صعب بشي وليشي واحد على واحد اللاصة استراتيجية صعير إلا لكانت فيه لأن موسى بن نصير تاريخه عظيم جدا الرجل كان في قمة الأمانة والعلم والتقى والقيام وكذا فلذلك وفقه الله عز وجل لكثير من الفتوحات فوله كان يعني يولي على طنجا طارق بن زياد طارق بن زياد كان رجلا ذكيا ورجل محنك وكيف ما ذكرنا رجل يعني قمة في الذكاء والفتنة مجاش ودخل الأندلس في أول وهلا سنة 91 أرسل طريف بن مالك أو لا طريف بن عبد المالك دخل الأندلس كانت بحال يعني مقدرون نقوله أنها أنه دخول ليعرف المنطقة ليخبر أحوال الناس لأن من يكن تكلموا على الأندلس كانت تكلموا على واحد المنطقة جغرافية خطيرة جدا جبال ويديان كثيرة جدا والمنطقة لا يمكن أن تدخلها بواحد الجيش من أول وهلا فصيف الطريف بن عبد المالك والآن كان واحد للمدينة اسمتها طريفة 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 رسميت على اسم هذا الرجل المبارك كان أول دخول هو هذا قبل ما نتكلموا على هالدخول الأول لا بد ما نتكلموا على واحد القضية كانت جوهرية في دخول المسلمين للأندلس ضروري نقدرون نقوله أنه أجمع عليها المؤرخون هذا القضية أنه من كان تكلموا على أندلس سيد يعد الدين كان تكلموا على أن كانوا يحكمون وكان يحكمهم رجل يقال له غيطاشا كانوا يحكمون في شمال الأندلس وممتد حكمهم واحد القضية مهمة قبل ما نذكر القصة هذه هو أن القوت في ذلك الوقت بالضبط كانوا قد بلغوا غاية الجور والظلم ويعني التعسف في الحكم إلى درجة أنه ذكرت كثير من المصادر في التعريخ أن المواطن في ذلك الزمان كان يراسل إما طارق ونزياد إما موسى بن نصير وجاءت أكثر من 400 رسالة يقول لهم أدركون من حكم هؤلاء الظلامة يعني المسلمين رمجوا وش يدخلوا أو لك الغرض كما يقول بعض الناس غزوا شي واحد رأي منه كد كله فتح كتحس باللون تغير يقول لك الله فتح غزوا طيب نحن سأرون نشوف كيف كانت هذه البلاد وكيف ولت إذن هذه المسألة كانت محل إجماع عند المؤرخين أنه كانت البلاد مملوء بالضلم والجور ورفع الإتاوات والضرائب وكذا بل يكفيها تعليقا على هذه النقطة يكفيها أن أندلوس صارت علما واشتهرت بأش بسبب هذه الفتوحات الإسلامية يعني المسلم أو الإسلام عندما كان يدخل البلدن كان ينقل حضارة معه كان يجيب الحضارة الإسلامية بخلاف الاستعمار يعني نحن نرى ما فعله المستعمير الفرنسي في المغرب وكذا كان خرابا وحتى المسألة التي كانت تذكر من باب الطرق نخلهم المستعمير وكان من باب المده كانوا يخدمون بمصالحهم ويسلبون الخيرات وكذلك ياريتها لو لم تخدمها كما قلنا فهذه المسألة هذه نقطة مهمة جدا نحن سنجيو لها لأننا سنجيو هذه المقارنة بسيطة كيف كانت تعيش الأندلس قبل وكيف كانت في حكم المسلمين وكيف صارت في زمن محاكم التفتيش كيف اشتعامل المسلمين مع النصارى واليهود اللي يلقاهم تم ولما سقطت الأندلس كيف تعامل أولئك الناس مع الموريسكيين وغيرهم من الناس اللي كانوا في الأندلس مقارنة بسيطة أي واحد عنده شوية دي التأمل ويستحضر عقله غيبيا أن أي قدم وطئ أهل مسلمون كانت باركة على تلك البلاد نرجع لقضية دي المراسلات اللي كانت كتجي من القوط إما لموسى بن نصير أو طارق نزيان مراسلت كثيرة جدا فالمسألة اللي هي كانت حاسمة أن لذاريق انقلب على حاكم القوط غيطشة واستبد بالحكم وكان عنده واحد الأمير في مدينة سبتة يقال له يوليان هذا الرجل هذا كانت عنده واحد البنت اللي يعني يحبها حبا كبيرا جدا ومستعد أنه يضحي بمملكته من أجل ابنته كانوا كسفتوا أولداتهم وهذه بشيقرأوا في طول طلة وغيرها من الأماكن لذاريق هذا أعجب بتلك الفتاة وأرغمها على نفسها فأبت يعني صبر مدة ثم ذكر المؤرخون أنه حملها على نفسها واغتصبها المهم وصل الخبر ليوليان فاشتد حنقه على لذاريق هذه هي اللوقيت ليرسل رسالة إلى طارق بن زياد ليهيئ له ظروف لدخول الأندلس كان انتقاما لابنته من ذلك الرجل ظالم بدأت مراسلات بينه وبين طارق بن زياد يهيئ له الوسائن ويهيئ له السبل حتى يدخل الأندلس كانت هذه مقدمات وحتى ذكر المؤرخون أنه وجد له السفن يعني المسألة هذه فيها واحد نوع من الأخذ والرد كانت لهم حينكا وخبرة بصناعة السفن في تونس وغيرها من البلدان واستعان كذلك طارق بن زياد بعض السفن ديال يوليان حتى يقطع ذلك البحر الوليد بن عبد الملك كان له نظر آخر الأمراء قديمة أخي عز الدين وهذه مسألة مهمة جدا معمرهم ما كانوا يريدون أنهم يفتحوا بلد لأجل الفتح فقط وإنما كانت الغاية هو ترسيخ الإسلام دعو إلى الله نشر الدين يعني إدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا كانت هذه الغاية ليس فقط نفتح ومن بعد يرتد الناس ونقول لي وفي مشاكل مع تلك المنطقة كانت هذه مسألة مهمة المسألة الثانية قديمة أخي عز الدين يئما أن تهاجم يئما أن يهاجمك المغرب دخل في الإسلام وصارت تلك البقعة تهديد على المسلمين الذين كانوا في الضفة الأخرى فالحل كان هو أنه المسلمون يدخلون تلك البلاد جاءت الوقت سنة 93 ويئت الظروف فدخل طارق من الزياد بجيشه إلى الضفة الأخرى دخل طارق ومعه صراح العدد فيه واحد النوع من الخلاف بين العلماء كي يقول 8000 كي يقول 12000 كي يقول 10000 المهم أن أغلبهم كانوا من البربر الأمازيغ وعلى رأسهم طارق من الزياد وكان واحد المجموعة للعرب لما دخل طارق من الزياد وعلى فكرة يعني هذه تحسب للأمازيغ أصعب بلد لما بدأ الإسلام انتشاره أصعب بلد يعني عانى فيه الفاتحون والمغرب يعني باش يدخلوا كالأمر في غاية الصعوبة لأن الأمازيغ كانت لهم يعني قوة وشوكة وحينك في القتال فالقو صعوبات وسنين طويلة لم يجدك شيء بين عشية وضحها المهم هذا الجيش كان مع طارق بن زياد كما ذكرنا في الأول طارق بن زياد كان عنده حينكة ما كانش رجل عادي كان رجل له خبرة وتربى في الجهاد وكان رجلا صالحا صواما قواما لما دخل إلى الضيفة الأخرى سمع لذاريق بدخول المسلمين جمع جيشه وأرسله إلى شبه الجزيرة يعني المعركة معركة الفتح كانت معركة عظيمة جدا هذه المعركة كانت يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما يهيئ الأسباب أسباب يعني الخير والبركة وانتشار الدين وانتشار الإسلام ويعني وأسباب الدعوة إلى الله كل ما يأتي بعد كله يسر الله عز وجل فكانت الأمور ميسرة بشكل لا يمكن أن يتصور في دخول المسلمين حتى أن المؤرخين ذكروا أن من دخول طارق بن الزياد إلى الأندلس إلى حين وصوله إلى شمال الأندلس لم يستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات وهذا من العجب البلاد كبيرة الأندلس كما ذكرنا جبال وديان كثيرة جدا وما كان فيها السهول كما في كثير من البلدان عندنا في المغرب كتقطع مسافة طويلة جدا يعني سهلة الأندلس كانت عكس ذلك كانت البلاد يعني كلها جبان ومنطقة اللي ليس سهل نهائيا أن تقطعها في مدات قصيرة المؤرخون يعني يعني يعلمون هذا الأمر يفش سيد خل في مدات ثلاث سنين وصل لعاصمة الأندلس وطارق بن زياد كانت تعينه على طولي طيلة ما بقاش هو يعني يشتغل مثلا بإشبيليا واخر كانوا مدن عظيمة جدا في الجنوب ولكن كان له أمراء محنكون عندهم يعني القوة والمكانة والستراتيجية الحربية كانت يرسلهم المدن وهو توجهها مباشرة إلى يعني موقع الحكم اللي هو طولي طيلة الفتح كان في واحد مدة قليلة أخو يا عزدين موسى بن نصير يروى أنه لما جاءه خبر الفتح جمع جيشا وجاء إلى الأندلس هنا يروح الخلاف بين المؤرخين وحتى الناس اللي يتكلم الآن اللي عندهم نوع من العصبية يقول الفتح ينسب إلى طارق وموسى بن نصير ما لديه علاقة نهائية واحد المجموعة تنسب الفتح إلى موسى بن نصير على الأساس أنه الأمير وهو الذي كان القائد الأعلى في تلك المنطقة فكين واحد نوع من السجال وحتى المؤرخون يذكرون قصة أنه لما جاء فالتقى بطارق بن زياد هناك من قال أن اللقاء كان عظيما وكان فيه نوع من الفرح وبعض المؤرخين يذكرون أنه عاتبه كيف دخلت ثلاث سنين وصلت المفروض أنك تثبيت الفتح وتمشي وحدة وحدة وتفتح وكذا إلى آخير فكان موسى بن نصير يعاتب لأجل تسرع في الفتح وموسى بن نصير عنده جانب من الصواب لأن بزاف دي المدن ارتدت بعد فتح الطارق منها إشبيليا إشبيليا طارق من زياد وارتد أهلها وارسل لهم موسى بن نصير ابنه عبد العزيز بعد ذلك وطد الحكم وتقود شوكة المسلمين وبدأ الإسلام ينتشر في الأندلس بارك الله بارك الله بارك الله ننتقل الحديث عن الحضارة دائما ما تربط الأندلس بالحضارة وبالمعمار وما شابه فما هي مظاهر هذه الحضارة التي يعني عرفت في التاريخ ودونت يعني وصارت مثالا يضرب به في التاريخ السيد أزدي لما نتكلم عن الأندلس هي مشيغي قضية أننا رأى يعني قديما كنا بلد واحد أو لقضية أنه رأى راح يتساهي كانت المغرب في يوم من الأيام لأنه غالج ينتكلم على يوسف المتشفين يوسف المتشفين كان في زمانه يحكموا من مراكش وكان حكمه ينفذ في المغرب والأندلس وهي إسبانيا والبرتغال وإفريقيا مالي والسينيغال وبوركين وغيرها وتونس والجزائر وأوليفيا سبحان الله وكان من تواضعه أنه بالرغم من النفوذ العظيم جدا كان يرفض أن يكن بأمير المؤمنين كي يقول لهم هذا كراها يعني الأمير العباسي هو الذي يستحق هذا اللقب أنا أمير المسلمين وكبر في عين السلطان السلطان الأكبر وسبحان الله كان هذا من المسائل التي من الفضاء التي تروى لهذا الرجل من يمكن تكلم أخويا أزدنا للحضارة نتحدث عن أعظم وأعرق حضارة بنيت في ذلك العصر بكل ما تحمل الكريمة من معنى وبدون عصبية لا ولازال الشاهد على هذا لآن نحن نتكلم على الدليل من أن تكلم على الحضارة تكلم على الحلم الذي كان عند الأوروبي أنه يقر ولداته في الأندلس حلم حلم لا شيء عند الأوروبي المواطن العام ولكن حلم عند الأمار في روما وغيرها أنهم يستفطوا ولداتهم يتعلموا الخط ويتعلموا العربية يعني القوة كانت للعرب والمسلمين والأمازيغ فكانت اللغة العربية سائدة سائدة طبعا بحنكتهم وقوتهم وعلمهم وثباتهم وستراتيجيتهم استطاعوا أن يوطدوا لهذه اللغة وهنا سوف نفتح واحد من خلص دروري من أنت تكلموا على اللغة العربية سيدي عز الدين أولى لغة أي أمة هي من نسبة لهم ماشي غير لغة تحاور تخاطب هي لغة عزة وهوية ومكانة وشرف ينبغي للإنسان أن يتشرف به وهذا الذي نكاد أن نفقده في كثير من بلداننا عندما يتشرف الإنسان أنه تتكلم الإنجليزي أو تتكلم السبليوني أو تتكلم كذا ومن أنت تجي تقول العربية يقول أنا أخرج فقية كيف أقول هذا أرتيبات أو للوليدين يقول الأولاد أم كيف العربية ستقول أنت فقية إمام في المسجد القضية ليس قضية فقية إمام أو هوية هوية أرى أنت ينبغي لاندلس أدر معك لغة أخرى هذه السبليونية نعم أرتيبت لغة أخرى لا أدر معك لغة أخرى أخرى الآن هي اللغة السائدة في العالم كله ترغي تفهم شي حاجة الإنجليزية لا أدر معك الإنجليزية هذه السبليونية أنا الناس يعتزون بلغتهم نحن الآن يأخي يجري شي واحد مثلا أنت يريد تكلم معك وكذا يعرف شي تكلم معه لغة أخرى وهذا مشكل كبير وخصوص لغة العربية لأنها لا ارتباط بالقرآن الكريم وهي لغة حية لغة حية لا شي لغة جاملة يقرأوا اللسانيات لغة يعني فيها واحد الحياة فيها واحد القوة ومسألة الأوزان يعني دي من المسائل التي تجعلها دائما مواكبا للتطورات وكذا صحيح تماما فهذا يعني من المسائل التي خلال الإنسان يعني يأخذها بعلا تبار أخويا قرر ولداتك الإنجليزية وقرر ولداتك السبليونية ولكن يكونوا العربية تزون بها صحيح لغتك ولغة أجدادك ولغة القرآن الكريم وإلى آخره فلذلك كان من مظاهر قوة ومن مظاهر الحضارة أن الأندلس كانت تتفنن في هذه اللغة بل كانت لها السيادة في الخط ويعني والبراعة ماشي كانوا غيكي يعلموا لداتهم اللغة العربية ولكن كانوا كانت لهم البراعة ويعني وبلغوا في حبهم لللغة وفي سيادتهم بهذه اللغة مبلغا عظيما جدا تذكرنا أنه كانوا الناس يجيوا باش يتعلموا اللغة العربية في الأندلس وكي سيف تولداتهم أنهم يقرأوا اللغة العربية من يكن ذكروا الحضارة ما تنذكرونش الحضارة غي لحقاش مثلا مسألة بيناء ويعني وحيطان لا الحضارة أرى لها ارتباط بقوة أولئك الناس في ذلك الزمن من أنت تكلم أخويا عبد الرحمن الداخل وغنجي وغنتكلم عليه المسجد الذي بناه في قرطبة المسجد الكبير الذي بناه في قرطبة إلى رجعنا كان هدروا على المسجد في ذلك الزمان في ذلك الوقت الذي دخل فيه عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس في حكم الأمويين كان هدروا على مسجد يسع ثمانين ألف مصلي في ذلك الوقت كان هدروا على مسجد الخطيب يخطب على منباره وكل الناس يستمعون إلى خطباته لأن التقنية بش مبني حتى الحيطان كل شيء يسمع حل عندهم ميكروفوس صحيح تقنية عظيمة جدا مني كان هدروا على أعظم مسجد في ذلك الزمان كان هدروا على الاعتزاز بالهوية رح نراجعي لها على ما شيء بناء أعظم مع فشنو لما نذكره سميات ولكن بناء أعظم مسجد في ذلك الزمان هذا له علاقة باعتزاز أولئك الناس بهويتهم وانتسابهم للإسلام كان ممكن أنه يمشي ويبني أعظم قصر أو لا يبني مثلا شي حاجة اللي يعني تخلي أن الأعداء ربما يرتعدون إدارة أو نعم ولكن أول ما فكر فيه هو أن يبني أعظم مسجد هذا البناء خيالي جدا أخي يا سنو كان تكلمه على المسجد ما كان شغيل مسجد غير فقط يصلي فيه النس بل كان جامعة فيها حلق الذكر والعلم وفي ذلك المكان ختم الإمام القرطبي تفسيره وفي ذلك المكان ختم أبو محمد بن حزم كتبه ودرس الأئمة العظام الذي نمر في تاريخ هذه الأمة من أن تكلم على الحضارة تكلم على قصر الحمراء اللي هو أعجوبة الزمان في ذلك الوقت والذي يتوافق ونقدر نقول لك أنا يعني بدون مبالغة من كان ضرمتنا على سبانيا داغا الذي يعني يستقطب الناس من كل أكتر العالم شنو شنو في نظرك أكتر حاجة كيمشيوا لهالناس هي أن ينظروا إلى حضارة المسلمين صحيح الموجودة في الأندنس وهنا غنفتح وثاني واحد القوص أنا صراحة مني كنت داخل القصر الحمراء الذي بناه بنو نص بنو الأحمر مني كنت داخل القصر الحمراء وأنا أتجول تلقيت مع واحد المغاربة يعني واحد لقيت خفيف سولته وم واحد السؤال بسرعة كأ واحد اللقطة مثل يوم شكون أكتر الناس الذين يتوافرون من الجنسيات العربية بش يشوفوا هذا الحضارة العظيمة الموجودة التي بنها المسلمون وكنت كانت سنة يقول يا مغاربة وش نكون معك صارح نعم لماذا؟ بحكم القرب الجغرافي وحكم مثلا يعني الانتماء لأننا كنت في واحد وقيت بلد وحد صحيح وش تراب ركتش الشميكة تكون تراب دين التربة للأماكن وكأنك في المغرب انتماء عجيب جدا فمنين سولت وقال لي يعني عدد لدول بدك يحسب وانا كنت قل ماذا يقول مغرب مصر كنت يقول المغرب كنت يقول المغرب فتأسفت صراحة منين قل المغرب قلي قليل جدا هو العهد عليه قلي على حساب هذا المغرب قليل وانا بدت قل رباخة مجد أجدادك وعز أجدادك وسلطان أجدادك وحضارة عظيمة جدا بل السلطان الذي كان يقود العالم في ذلك الزمان انت ما عارفوش يعني تمشي التالت ماية ومتشوفش تلك الأماكن العظيمة جدا العمر الذي يبعت رمشي نحن نف لون الحس أخويا أخويا سدين أن القضية ماشي قضية حيط ولا تريم حطوط ولا لا القضية قضية هوية عظيمة جدا كانت عند أولئك الناس وعزة عظيمة جدا طبعا اهترأت بعد مرور السماء صحيح التواصل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور على التبعية للآخر وأن الإنسان يشعر واحد الدنو أو واحد الدنيا يعني بالمقارنة مع الآخر في حين أن تاريخنا مليء عابت بالأمس القريب فقط نمر الآن إلى قضية العلم والأدب في الأندلس كيف كان هذا سؤال رائع جدا لأن مني كان نتكلم على الأندلس مباشرة الأمر مرتبط بالأدب وبالعين صحيح يعني عندما نتكلم عن الأندلس نستحضر ودباء مروا في ذلك التاريخ بأكمال ثمانية قرون مني كان عبرو خياز دين على ثمانية قرون سبحان الله وحد قبل ما نتكلم على المسألة للأدب وحد السيد ينشاف المقاطع لي تمامي وكذا وصل لي وحد رسالة يبكي قال لي أول مرة مشيت تمام كنشوف هذوك الأماكن الرجل يعني من ناس يقول بواحد درجة جميلة جدا واحد البساطة عجيبة واتر في ذلك قال لي تنشوف في الصومعة تنقول واشه نأد المؤدين سبحان الله وكان قول واحب الله شنو خليته يقول بواحد نظرة حزينة مسكين وكي قال لي يا منين مشيت وشفت ما ترك المسلمون وراءهم يعني منين كتكون يعني محب التاريخ هذه الأمة وتتهدر على الأندلس حيث احنا ما كنا نظرش على الأندلس ربما مثلا الإنسان يحب مثلا تاريخ الدولة العباسية تاريخ الدولة الأموية تاريخ مثلا يعني كيف الفتحات القسطنطينية وغيرها ولكن يأتي للأندلس تحسب واحد الحانين عجيب جدا أنا فقد أمر طبيعي جدا أخي عز الدين وشمتي تمانية القرون طوال مدة حكم حكمها البشر في الأندلس هم المسلمين تمانية القرون الزايد وبعد ذلك سقطت دائما الإنسان تحسب وحد يعني وحد الآلم ينتابه جراء ذلك الصحيط ونتكلم على مسألة سخط من شاء الله من أن تكلم على الأدب أدباء كثر بل برع المسلمون في الأدب العربي في الأندلس ولكن يعني أنا دونت بعض الأدباء وإلا فهم لا يمكن أن يحصيهم العاد صحيح الأشعار التي كتبت والإنسان يقرأ مثلا إذا شاء نفح الطيب للإمام المقري يجد من الأشعار والقصائد التي كتبت الشيء العجيب جدا ولكن يحضروني يعني أربعة قدرون مثلا نتكلم على ابن زيدون صاحب طاطية صاحب ابن زيدون كان يعني قصته عجيبة جدا مع ولادة بنت المستكفي هذا كان من المغمورين كان من المغمورين وكان من يعني من الناس اللي يعني لا يلتفت إليهم أحد وسبحان الله بدأ يتقرب إلى إلى الحاكم في زمانه المستكفي بالله فحاضي بوجاهة عنده فصار يكتب الأشعار ولكن شعره سواء في السلطان أو في غيره ما بانش بالشكل الذي ظهر يعني بسبب يعني الولادة بنت المستكفي والرجل هذا نبه يعني ليس بسبب الوزارة فقط وإنما قصائده صارت بها الركبان وكذلك يحضروني في هذا المقام لسان الدين والخطيب صاحب الوزارتين من يمكن تكلمه على لسان الدين والخطيب قصة من أعجاب القصص كيقوله ذو الوزارتين لأنه تقلد الوزارة مرتين وجل مغريب جوج دي المرات لسان الدين والخطيب هو الذي يقوله في مطلع قصيدتي المشهورة لما كان في فاجة إذا الغيث قصيدة مشهورة المهم هذا الرجل يعني كان من الأدباء البارعين في الأدب ولكن لي خل سبحان الله الأطر يبقى مشهود وصار الناس يحفظون أشعاره وكذا المكان التي كان فيها والطريقة التي قتل بها كيف كانت له مكانة عظيمة جدا في الأندلس وكان صاحب مزارة صاحب نباهة وكانت له حلوة وبرز يعني الرجل كان يعيش الثراء وكان يعيش الأب بعد ذلك وشبه شكون واحد من إخوانه اللي كانوا من الأقرباء هو اللي خلاه يصير في حضبة الحاكم السلطان ووشبه لدى الحاكم فطورد إلى المغرب اصدق باله الحاكم الماريني عاش في المغرب مدة وبقوا تابعينه يعني بتهمة الحديث في قضية وحدة الوجود وكذا مني كنت تقلب الكتب وكان بقاء شيء بعيد جدا عن لسان الدين بالخاطب وقتل مسلوبا ومحروقا مني كنت تكلم على الأدب سيد العزدين لا بد أن نذكر كذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله العالم الأذيب مش غير الأدب فقط وإنما جمع الفقه والحديث والفلسفة وعلم الكلام ويعني كان إمام الظاهرية في زمان وقصته ومشهورة أبو محمد بن حزم مني كان تكلم على الرجل الذي ترك الوزارة وكان والده وزيرا عند محمد بن أبي عامر الحاجي بالمنصور وصار هو وزيرا بعده ثم ترك الوزارة وزاهد فيها وأقبل على طلب العلم بن حزم ما بداش طلب العلم هو في يعني في سن يعني العشرين وكذا وإنما بعد تقدمه في السن وقصة طريفة تذكر يعني في سبب لجوءه إلى العلم وطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل أنه كان في يعني في مجلسين في المسجد أولا دخل المسجد بعد بعد صلاة العصر فرادا يصلي ركعتين ومين نظوفي بعض يعني الناس اللي كانوا في المسجد كيفاش تصليوا لأن المالكية كانوا يرون بكراهة الصلاة الصلاة الركعتين بعد العصر هو يقلس قال لك فلما دخل مرة بعد الظهر جنس فقاموا إليه كبا عليه الكبا عليه كيفاش قلت المعرفة بالآداب يعني كما أنجمت كذلك علماء وأشرتهم إلى بعض هؤلاء العلماء لكن الأمر المحزن والأمر الذي يتساءله الكثير ممن تابع أو درس أو قرأ عن الأندلس كيف سقطت الأندلس أو قبل هذا ما هي المراحل التي مرت بها الأندلس وكيف تصرف المسلمون مع أهل هذه الأرض بارك الله وفيك سياس صراحا فعلا لا بد من الحديث عن أهم المراحل التي مرت منها حكم المسلمين الذي عندها مني كان تكلم أخوي على هذه القضية لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة جدا هو أن لما فتح طارق المزياد طبعا مع موسى بن نصير بلاد أندلس جاءت وحد الفترة بعدها طبعا تسمى بعصر الولاد وعصر الولاد هذا مر من مرحلتين مهمتين مرحلة قوة ومرحلة ضعف ونقدر نقوله أنا مثلا عهد الولاد كانت فيه 42 سنة يعني على اختلاف بسيط بين المؤرخين من يكن هنضروع على عهد الولاد يعني هنضروع على حكم الدولة الأموية في الأندلس وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر بزاف دينا ظلموا الدولة الأموية نعم بزاف دينا ناس تكلموا في الدولة الأموية كلمة سيئة جدا من إخواني البني جلدتنا بزاف دينا الناس سبوا كثيرا من أمراء الدولة الأموية ونحن نرى ما يمكنش نتكلم أخوي عن الإسلام في المغرب والأندلس وما نتكلمش عن الدولة الأموية ما الذي كان سببا في هذه الفتوحات ما الذي كان سببا في إسلامي وإسلامك من غيرهم هما إذن لهم أياد بيضاء ما ننكروش أنه كانت خلافات وما ننكروش أنه كانت أحيانا بعض الأمور التي هي خطيرة فيها تجاوز ولكن تحسبوا على أصحابها هل يشدوا هذه الدولة كلها وننسفوا ما جاءت به من الخير ومن الفضائل ومن الأمور التي كانت كانت لهم فيها الأياد البيضاء هذه نقطة مهمة مني كنت تتكلموا على عهد القوة بنوا فيهم جموعة من الأموراء يعني شاء نقول لك تقدروا نقولوا جمعوا خصال الخير كله وهذاك العهد واللي كان الوالي على المسلمين هو عمر بن عبد العزيز فكان يولي خيار من يوجد لديه على الأندلس فأول من أرسله هو السمح بن مالك الخولاني كان رجلاً تقياً وارعاً عالماً حواماً صواماً فيه من خصال الخير الشيء الكثير والسمح بن مالك الخولاني هو أول من وطعت قدمه بلاد فرنسا سبحان الله أول أمير بلغ يعني بلاد فرنسا هو السمح بن مالك الخولاني أميره عمر بن عبد العزيز على الأندلس وصل يعني فتح كثيراً من قدروا نقوله مثلاً من المدن بوردو وغيرها وغيرها من المدن وقتل شهيداً مات شهيداً في معركة في بلاد فرنسا تولى تولى بعده عنبس بن سحيم هذا الرجل هذا نقدروا نقوله هو يعني الرجل الذي استطاع أن يصل إلى مقربة باريس بـ 30 كيلومتر فتح المدن ووصل إلى مدينة سانس وقتل كذلك ومات شهيداً في معركة عظيمة جداً بعدهم تولى القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي هذا الرجل اشتهر بمعركة صراحة العلماء العلماء الإسلام المؤرخين ما تكلموش عليها بزاف ولكن مني تجيك تقلب مثلاً في مصادر الفرنسيين كتلقاهم يعتزون بهذه المعركة لأنه هزيمة فيها المسلمون بسبب أنهم لم يكن واحدة الدراسة قوية للبلاد فرنسا والمعركة كانت اسمتها معركة بلارت شهداء هذه المعركة كانت في واحدة المدينة كينة باسمتها بواتي بواتي يعني على مقربة من باريس من جهة الشرق بواحد ثمانين كيلومتر كما قلنا يعني المعلومات شحيحة على هذه المعركة ولكن هذه المعركة كانت هي نهاية الحد الفاصل بين تقدم المسلمين إلى غير ذلك إلى غيرها من البلدان الأخرى من بعد يعني هذا العصر هذا الذي كان عصر فيه القوة وفيه المكان وفيه انتشار الإسلام في أسقاع كثيرة من أوروبا من بعد منها جاء عصر فيه التطاح والتقاتل على السلطة في واحد العشرين سنة بعدها سيبرز نجم رجل من أعظم رجال هذه الأمة هذا الرجل هذا هو عند الرحمن الداخل سقر القريش والذي كان يسميه سقر قريش هو الخليفة العباسي أبو جعفر منصور كان يقول ذاك سقر بني أمية أو ذاك سقر قريش وقصته من أعجابي وأغرب القصص نحاول أننا نختصرها في جمع نعم عبد الرحمن الداخل لما سقطت سقط حكم بني أمية وتولت الدولة العباسية فر مع أخيه والأخوال دياله كانوا في مكناس فر مع أخيه فقطعوا نهر الفورات سباحة هذا هو واحد المصب من نهار الفورات ووقف عليهم الجيش ديال الدولة العباسية وبدوا كي يسوموهم هو أخوه أخوه صغير ما قدرش يكمل سيبا فرجع وهو كمل فجعل ينظروا إلى أخيه فقتلوه أمام أمام عينيه ندخل هو وصل مكناس ويعني وجد استقبال من أخواله وبعد ذلك قطع في سن العشرين إلى الأندلس من بعد من هر سانة بالضبط سانة صار هو الحاكم على بلاد الأندلس وصارت له القوة والمكانة والسلطة ويعني أمنا الناس في زمانه وساد الإسلام في الأندلس كل الأندلس كله وصارت هناك قوة عظيمة جدا لبلاد الأندلس وهو اللي بنى المسجد اللي تكلمنا له في مدينة قرطبة عبد الرحمن الداخل يعني تاريخه عظيم ومشهور ونقدرون نقوله أنه يعني بعد عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر اللي بنى مدينة الزهراء بدأت الأمور يعني تتراجع فدخل عصر ملوك الطواف مني كنت تكلم على عصر ملوك الطواف كل مدينة دولة بحديتها هناك انقسام يعني انقسام شديد هذا العصر كان فيه الوهن وكان فيه الضعف وكان فيه التقاتل على السلطة وكانت فيه أمور يعني صراحة كانت هي من الأسباب اللي هيئات للسقوط الأندلس وكانت زمن بعيد ولكن راه كانت الأندلس وشيكة على السقوط لو لا أن تدخل رجل من أعظم رجال هذه الأمة كذلك هو يوسف بن تشافين الله رحمه الله من رحمة الله عليه يوسف بن تشافين كان هو الأمير المسلمين وكان سنه ثمانين سنة الدولة المرابطية معروف كيفاش تبنات كانت تسمى دولة الفقهاء كانوا فيها العلماء نعم وفقهاء السنة وخيار الناس ومنهم يوسف بن تشافين كان رجلا عالما مجاهدا المعتمد بن عباد لما يعني صارت إشبيلية وغيرها من المدن يعني وصلت إلى درجة الانحضار حتى أنهم هم أو لو كيعطوا الجيزة للكفار رسل يوسف بن تشافين قال لي أدرك الأندلس قد يرى وصلات الواحد مستولي خلاص فجيش له جيشا قوامه ثمانين ألف مقاتل وهو على رأسهم فدخل الأندلس رحمة الله عليه وكانت موقع عظيمة جدا أعادت العزة للمسلمين هي معركة الزلاق وكان هو قائد على رأس الجيش وسنه تمانين سنة الرجل يعني وصل إلى سن وهو القائد هو الذي يتقدم ويتزعم الجيوش وانتصر المسلمون في تلك المعركة على ألفونسو السادس وأعاد المسلمون عزتهم في الأندلس بعدها وقعت مناوشات هي بش المعتمد من عباد هزو يوسن شاشافين فأسره في سجنه في أغمات على مقربة من مراكش وبقت ماي بعد العز والسؤدد وبقت محت توفى الله وقبره موجود في أغمات إلى هذا الوقت بعد حكم المرابطين جاء حكم الموحدين العلماء يقولون أنه لو لا يوسف امتشفين لا ذهب الإسلام من الأندلس وبفضل يوسف امتشفين بعد فضل الله عز وجل بقي الإسلام في الأندلس ربع مئة سنة من بعدها لأنه أعاد للمسلمين هيبتهم في معركة الزلاقة وصار هو الذي يحكم هي بش قبل إلى أنه الحكم صار ينفذ من مراكش فيسود الأندلس كلها اللي هي إسبانيا والبرتغال وغير ذلك من البلدان وأعاد لها عزتها بعد ذلك جاء حكم الموحدين ضعفة الأندلس وكانت وشيكة على الانهيار بسبب خلافات كثيرة جدا بعدها وقعت معركة عظيمة جدا من أعظم معارك الإسلام بحال الزلاقة اللي هي معركة العرك معركة العرك كان يتزعمها أبو يوسف يعقوب المنصور هذا العلم هذا الرجل العظيم جدا هو المسجد الكبير اللي وله الآن للأسف كنيسة في إشبيليا وهو اللي بنى الكتبية المراكش ومسجد حسان فرضات هذا الرجل كان يهتم بالمعمار وبناء المساجد وكان رجلا قويا جدا كذلك هو ذهب بجيشه بعد استغاثة المسلمين به فكانت معركة العرك شبيهة جدا بمعركة الزلاقة شو سبحان الله نفتح واحد القوس عجيب المسلمون لما كانوا يحكمون في تلك البلاد كانوا يحكمون بالعدل والرحمة جميعا ومن جملة ما يعني ما ذكر المؤرخون أنهم معمرهم ما حملوا أحدا على تغيير دينه مم معمرهم ما بدلوا الدور ديال النصارى واليهود اللي تيجي الحاكم ويساومهم بغيت وتبيعو ديك الكنيسة هل لكم شي مشكل اقتصادي أنا نشري منكم وهذا وقع كثيرا في تاريخ الأندلس كي يقلس معهم ويتموا صفقة للبيع وترجع ديك الكنيسة مزجيد كانوا النصارى واليهود يعيشون مع المسلمين ما عندهمش أحياء خاصة بهم إلا يبغوا هما وهذا شيء هذا كين هنا ده في الرباط وغيرها عندهم الملاح مثلا إلا يبغوا هما مثلا يكون عندهم أحد المكان معين أما حكم المسلمين كان يمشي على نفس نسق الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمعاهدين والذميين إلى درجة أنه كانوا وعيد في قتل الذمي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا شيء واحد وقع معاه الأمير أو للملك معاهدت صلح قال لهم تأتي أمين في بلاد المسلمين يجي شيء واحد يتعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يروح رائحة الجنة هذا الوعيد هذا من أشد ما يوجد في نصوص الكتاب في نصوص الحديث وفي نصوص الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كانوا يأخذون مما جاء في الوحي فما كانوا يميز بين المسلمون كل يسير عليه أحكام الإسلام وحتى يطعنوا دبا في المسلمين وفي الفتح وكذا يقول لك الجزية أخذ هذه الجزية التي جاء بين الإسلام ما هي الجزية والزكاة؟ الزكاة هي الجزية في ظهار أقوال الفقهة لا تتفوت 1.5 وهي من المسائل التي تعطى للدولة بالنسبة لجميع الناس لهم ساكنين حتى يستطيع ذلك الأمير مع شرطته وسلطته أن يوفر لهم الأمن لأنه كان نافقة وكان اقتصاد فلذلك حتى المسلم فرضت عليه الزكاة نفهم؟ إذا كنت تتكلموا على الجزية نذكروا في المقابل أنه هنا هذه القضية عندها واحد نوع من هذا من نسبة للطاعنين في الفتح كدخلوا وتفرضوا الجزية وديروا كدوجة هذا كثير جدا نسمعه في كل مرضى بل حتى بعض الآثار عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاء له بمال الجزية استكثره سبحان الله فقال عسى أنكم قد أهلكتم الناس قال لا قال بلا صوت ولا بوت قال بلا صوت ولا بوت سبحان الله فقال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك في زماني وعلى إمارتي أو كما قال فالشيء من كلامك أستاذ مهني أن مسألة الجزية هي كما أن أي مواطن في أي دولة عنده حقوق وعنده واجبات مثلا كالضريبة وما شبه فكذلك المواطن آنذاك سواء كان مسلما أو كان ذميا أو كان غير مسلم له حقوق وله واجبات المسلم يدفع الزكاة كما ذكرتم والرأي المسلم يدفع الجزية نزاك الله خيرا هذا سبحان الله من الأمور التي ينبغي أن يفتخر بها المسلم صحيح ينبغي فعلا أن يفتخر لأن الميكانجيون يديروا واحد المقارنة ونذكرها في قضية سقوط الأندلس نديروا واحد المقارنة بين حكم المسلمين وحكم غيرهم من اليهود والنصارى الأمر فعلا يجعل المسلم يتشرف لأنه كان العدل وكان القسط ويجعل غير المسلم يتشرف بأن يدخل إلى الإسلام لأنه يعني يعني قدروا نقول أنه بعد حكم المسلمين فعلا يعني من ولاية أبي بكر رضي الله عنه إلى غيره من الأمر الذين جاءوا بعده ظهر من القسط ومن العدل ومن التسامح ومن المكارم من منشر مكارم الأخلاق ما لم تشهد أمة من قبل وهذا موجود الحمد لله ومدون في التاريخ إنسان فقط يمشي يقرأ ويطالع حتى يعني لا يلقي تهمة بجهل نحترم الناس الذين يقلبوا ويبحتوا ويقرأ ويجي مثلا يناقش وكذا وهذه بالآثار وبالأدلة وهذه أنت تحترمه ولكن لي هو فقط يلقي التهم على المسلمين وعلى الإسلام يحتى هذه المسألات أخلاف النظرى نظرى كنسية ولعلنة إن شاء الله سنفصل في هذا في حلقات مقبلة نظرة كنسية الإسلام يعني نظرة مشيرية الإسلام يعني الإسلام بفهم النصارى وفهم أعدائه لا بفهم المسلمين وفقهاء المسلمين وتطبيقات التي كانت على الأرض الواقع صحيح صحيح نزوك الله خير قلنا أنه في يعني بنسبة للمراحل أخويا عز الدين بعد معركة الأارك العظيمة وقعت واحد القادي يسمح لنا كددل على واحد تسلمه عظيم ملين تاصر أبو يوسف تبع فرناندو الثامن هيدا لم تخني الذاكرة تبع فلوله فارا إلى طليطيلة فحصل طليطيلة مدة طويلة فاستسلم أهلها وهي تخرج عنده زوجته وبناته يبكون ويتوسلون إلى أمير المسلم صحيح الله أي خلينا نبغينا أن شو صحيح الله من رحمة ذلك الرجل أنه أمر أن يتركوا على ما هم عليه وبل جاء في كثير من الروايات أنه كرمهم أعطاهم من الهدايا وأعطاهم من الأعطيات وكذا قال لهم فولى ورجع إلى المغرب هذا سبحان الله من الأمور التي يتعجب للإنسان في تاريخ هذه الأمة العظيم بعد هذه المعركة مرت مدة طويلة ثم جاءت معركة العقاب أو العقاب وهذه المعركة هزم فيها الموحدون وكانت هي بداية الأفول لدولة المسلمين في العندغش بارك الله فيك والسهد بعدها جاء بانو الأحمر وسقطت المدن واحدة والأخرى واستماتت غرناطة مدة طويلة هي ومالاقا وغيرها من المدن حتى الثمان المياه وعادي وسقطت في زمان عبد الله الصغير والذي قالت له الحرة أمه قالت له لما وقف على أطلال غرناطة يبكي قالت له يبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال حافظكم الله الآن يعني مسألة سقوط الأندلس وماذا حصل مع المسلمين الذين كانوا في الأندلس بعد السقوط سبحان الله السقوط فعلا كان سقوطا مؤلمة لأن فرناندو إيزابيلا لما تعهدوا في مملكة قشتالة وضعوا بنودا أزيد من ستين بند كل هذه البنود فيها من حلاوة الكلام وفيها من المعاهدات المكذوبة ما لم يحافظوا على شيء منه على أساس أن المسلمين يستسلموا في غرناطة وغندروا لكم الحافظ لكم على الدينكم واللي بغا كاداو واللي بغا كاداو يعني وعود كاذبة استسلم المسلمون فعلا فظهرت القتل والتشريد وكل من أعلن فقط أنه يمارس شيئا من شعائر الإسلام إما يؤمر بالتنصر إما يقتن ما كانش خيار تاني شبح الله وبعد ذلك ظهر الموريسكيون هما اللي كانوا في الظاهر يظهرون التنصر وتدخلوا لديورهم ويعبدون الله عز وجل يعلمون أبناءهم العربية وقصصهم عجيبة جدا لأن الناس اللي هم بقاوا بغيين يعني حافظوا على دينهم وكذا خرجوا للقرى المجاورة في غرناطة قرى موجودة إلى زمان لكن بعض القرى دابا كنتلقى فيهم أزيد من 3000-5000 مسلم لأننا زالوا يحافظون على طباع المسلمين التي كانت موجودة في ذلك الوقت بل من الأمور التي وقعت في ذلك الزمن مما يندله الجبين ومما يظهر في مقابل ما نتكلم عنه سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين وإبقاء النصارى واليهود على شعائرهم يظهر في الجانب الآخر القتل وصفك الدماء وظهور ما حاكم التفتيش أول حاجة أنهم حرقوا كل الكتب في غرناطة وفي قرطوغ غيرها حتى قيل أنه من الكتب التي أحرقت بلغ عددها مليون كتاب لا نجد لها أثارا إلى يومنا هذا وقد يعني العلماء لما يترجمون لمن كان في ذلك الزمن يذكرون بعض المؤلفات العظيمة جدا مفقودة والظاهر أنها أحرقت في زمني سقوطي الأندلس بعد ظهور محاكم التفتيش كل بيت مسلم ما عنده الحق أنه الباب يديره كانوا يديروا غير خاميات لجوا شرطة يختحمون البيوت مباشرة يشوفوا وشنو وشك يصليو وشك يقرؤوا قرآن حتى أنهم كانوا يعني يخفون ذلك على أبنائهم يدخلوا لضاجل ويصلي في بيته ويبكي على الله وولده ما عاشه شنو كيدير الأب ديه لأنه كمشيون من دراسة كيقررهم صبريو وقررهم مسيحي وقررهم كذا وكذا أي واحد يشمو فيه الريحة دي الإسلام مباشرة إما القتل إما التنسير وظهرت محاكم التفتيش يعني من الأمور اللي هي عرفت وانتشرت أنذكر واحد ثلاثة دي المسائل تظهر بشاعة التقتيل في المسلمين ظهر ما يصطلح عليه بناء المشاغبين هذه حلقة من حديد تضع على الرقابة وتضع على اليدين وعلى الساقين فتصهر بالنار حتى ينسالخ جلده وعظم ذلك المعذب المسلم فيموت في مكانه ظهر كذلك ما يصطلح عليه بالثور الحديدي قال لك يربط في حلقة مثل الثور ثم يشوى حتى الموت هذا الكبير الإسلام نعم في تلك البلاد ظهر كذلك ما يصطلح عليه بالحوض قال لك يربط الشخص ويجلس القرفصاء ثم يطلع وجهه وجسده بالعسل حتى تتجمع عليه الحشرات من كل جانب وهو مربوط فيبقى على ذلك الحال يعذب حتى الموت هذه أمور بسيطة ما خافية كان أعظم بكثير جدا إذن من هو يعني القاتل الحقيقي إذا صح التعبير والذي كان يتفنن في القتل والذي كان يتفنن في في التنكيل بغيره لدينهم لدينهم هذا لدينهم إما أنت نصراني أو إما التعذيب والقتل وهذا لم يكن في يوم من الأيام في تاريخ المسلمين نحاوله نقول ونسأل الله تعالى السلامة والعافية اللهم وإزاكم الله خيرا سيدي بارك الله فيك وإستاذ مهدي وحفظك الله تأملت أثناء حديثك عن الأندلس من الفتح إلى السقوط ولاش كأن الحديث عنها يعني لو لن تكفينا سلسلة إن أردنا التفصيل لها لنا حاولنا أن نركز ونتفصرنا عدة ملاحظات أولوها أن الحديث كان عن المسلمين وطبع الحال هنا أستحضر معارات التي يعني يحاول البعض أن يثيرونها بين المسلمين هذا أمازيغي هذا عربي هذا كذا ففتح الأندلس شارك فيه وحضارة الأندلس شارك فيها الأمازيغ والعرب فذابت هذه النعارات ووحده بالإسلام ومتأمل أن دائما الإسلام يعني يأتي ليوحد ويجمع ويؤلف بين جميع طياف بين جميع طياف المجتمع فسبحان الله يعني هذه أول ملاحظة أثناء حديثك يعني كأنك تتحدث عن ناس من قبيلة واحدة لهم تاريخ واحد متاريخ مشترك واحد في حين أن الأمر ليس كذلك فلو يعني نجد أن كل شخص أو كل الأعراق تختلف صحيح لكن وحدهم الإسلام صحيح حسين بل ساهموا كذلك في نشر هذا الإسلام و الدفاع عنه فلو لم يكن هذا فتحا كيف يعني يساهمون في ويعينون الغزاة صحيح على من جاء ليغذوهم بارك الله هذه ملاحظة ملاحظة مهمة جدا سدي أزدين وهذا هو الذي جاء به الإسلام هو القطع مع أي شيء له علاقة بالنعارات هذولك يقولون لا رأى هذا ليدر هادي برباري لمشي عربي ما الذي يريدونه من هذه البلاد يريدون التطاحن التقسيم نعم يريدون لا رأى إحنا لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم هو النعارات القابلية نعم كلكم من آدم وآدم من تراب فالفتح ينسب إلى أمازيغي أو إلى عربي المهم تم الفتح هذا هو المقصود وانتشر الإسلام وهذا هو الذي كان يريده أولئك الناس ما كان يريدون هذا أمازيغي وهذا عبدا وما كان شاب المسائل كلها وهذه إنما الغرض منها التفريقة وخلق الفتنة فقط بارك الله فيكو أستاذ مهدي وأشكرك صراحة ما استمتعت بهذا اللقاء إن شاء الله سيكون بيننا اللقاءات الله متابعين الكرام جزاكم الله خيرا على حسن المتابعين نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته